البرازيل واضح لو حضر لكم تلاحظوا هنا في هاشتاج البرنامج بتاعنا حقيقة عمله تضامنا مع ملف المغرب 2016 لو حضر لكم ملاحظين 2026 اللي هي ان شاء الله بعد طبعا تنظيم كاس العالم وهذا المقروض يخصيكم الدول العربية لازم يكون نتمنى نجاح المغرب ان شاء الله وهنا السؤال لحضراتكم هل مسألة تنظيم البطولة باسلوب مجمع اللي احنا فهمناها ان المغرب هتقدم الملف بتاعها تضامنا مع اسبانيا والبرتغال على اساس ان البطولة في 2026 ممكن هتكون 48 دولة مش 32 دولة وهنا ده كماتشو تقريبا هنا مازلنا احنا برضو في لقطات لمنتخب لا ده مش منتخب مغرب ده منتخب ايطاليا بزرد شيني السؤال لحضراتكم الملف الخاص بكاس العالم 2026 لان احنا زي ما ذكرنا عملنا هاشتاج واول برنامج في مصر حقيقة تدعيم لملف المغرب ده كماتشو كماتشو اه اوكي اوكي مباراة اه 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 اترك لحضراتك التعليق هنا مباراة هادي مباراة اخرى هادي مباراة ايطاليا وشيلي اه الدور التاني هادي هدي احنا تعقيبا على استضافة المغرب ان شاء الله لكاس العالم ان شاء الله من شاء الله ربنا 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 وفاهم لأن احنا كمصيرين حقيقة متضامنين جدا مع المغرب من لبناء ان شاء الله هنا بعض الاستادات في المغرب الشقيق اللي من الممكن هي تستدير المباريات استدير لمدينة طنجة شمال المغرب وهنا ده استدير ده أقدير استدير المدينة اللي في الجنوب المدينة سياحية الملحب يحتضى المباريات كأس العالمي للأندية 2014 2014 هذا استد مراكش هذا استد مراكش مدينة سياحية الشهيرة وفي استد في فاس كم استد من الممكن يستضيفه لأن لو كان البلتغال وإسبانيا مع المغرب فهيبقى العدد متوزع الملاعب اللي في المغرب اللي عندها مواصفات يعني متطابقة لما تفرقوه في فلتح الدولي كان ملعب الكبير اللي مراكش كان ملعب أدراء قدير ملعب فاس يعني ملعب طنجل وملعب الدربدة محمد الخامس محمد الخامس ملعب الدربدة ملعب أمير مولاي عبدالله بالريبار يعني في ملعب في ملعب طوان في أستاذ جديد كبير لا هذا في مشروع كبير مشروع يعني ممكن نحسبه يعني المغرب راح قطع مشوار كبير في البنية التحتية أي احنا كنا نشكو دائما من قلة أو الخصاص في البنية التحتية اليوم الحمد لله نقدرون نقولوا أن المغرب يتوفر على بنية تحتية ملاعب وملعب للتدريب وملعب للتكوين في المستوى الكبير يعني هل مدينة المحمدية فيها أستاذ برضو كبير ولا يمكن أرباها من رباط وأرباها من كازا فيها ملعب وملعب تاريخي يعني معلم رياضي قديم فيها أحسن لعيف في المغرب وكان منتخب المغربي يلعب ياخد هذا الملعب يلعب اسمه ملعب البشير هو تعرض لإهمال حاليا في هذه الفترة يتم إعادة ترميم الملعب مرافقه كله هو ملعب يعني بمدرجات حوالي 15 ألف مقاعد أو 20 ألف كان يتميز بالعشب طبيعي ديره من يعني أجمل العشب اللي كان في المغرب في ملعب آخر بتاع الأحياء والتداريب اسمه ملعب المعطي وفاق في منطقة شعبية يعني في المحمدية ملعب البشير اسمه البشير نسبة إلى أحد اللاعبين المحترفين القدماء اللي كان ابن المحمدية ولعب كبار الأنديا في المغرب وفي أوروبا أيام يعني السعمار قبل سنوات الخمسينات وكان اسمه عبد السلام البشير وسمي لعب باسمه تفضل لما نذكر المحمدية يعني فرس كهرم فرس آه هرم كبير كبير هو من العلامات مدينة لأننا نقول محمدية في المغرب نقول البحر وفي شركة معروفة عندنا شركة البيترو كيمويات هذا وفرس 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 ليس كلاعب فريد في المحمدية هناك لاعبين نجوم عسيلة وهذا عسيلة كانوا من تنائي هذا تنائي معروف يعني افترك تنائي فرس وعسيلة هم يلعبوا بأيون مغمضة زي عندنا الشازلوم والصفرياض عندنا النجوم اللي هم السنائيات الجميل أن كما قال عزيز أن المغرب لما فاز بكأس أفريقيا في 76 في إتيوبيا كانوا أربعة لاعبين من المحمدية في المتحب وهذا شيء يعني جميل أنا أحب أمر على كأس العالم المغرب يستحق أنه ينظم كأس العالم وانا أشكر مصر كانت دائما في جميع الترشيحات المغرب كانت دائما في جانبه المغرب الفضائح الفضائح الرشاوي داخل الفيفا وعلى إطرها تم إقصاء بلاتر كالمغرب هو اللي يستحق أنه تنظيم كأس العالم 2010 واضح وغنوب أفريقيا المغرب ظلم في 2010 فالفيفا لو عندها كما نقول من المصرية لازم المغرب هو اللي ينظم ويستحق أنه وينظم كأس العالم تعويضاً لما ضاع في 2010 إحنا كنا في المغرب كنا نستحق يعني وكنا كنا في المغرب في لتسويت كنا المغرب كله عارف بأنه لا ينظم فإذا فجأة فكله الملف تفضح والعالم كله عرف ما أداره وتم أقصى بلتر اللي تم في 2010 كان لي تداعياته بعد كده لازم نعترفه بواحدة المسألة أنه حتى من الجانب نحنا كمغربة كانت أخطاء كثيرة وكانت سلبيات بتقديم الملف المسؤولين على الملف المغربي للأسف ما كانواش عندهم خبرة رياضية أو خبرة تباوضية أو خبرة كان خطأ اليوم نحن متفائلون لأن المسؤول عن الاتحاد المغربي لكرة القدم شاب يعني أساس فاوزي لقجع فاوزي لقجع إنسان مكون علميا عنده إلمان كبير بالإدارة ولا يترك أي شيء هذا بالإضافة إلى أن كان واحد البصمة كبيرة جلالة المالك محمد السادس لأن جلالة المالك بدكاؤه المعروف عليه نتابع إلى مسألة أن الرياضة لازم يكون عندها واحد اهتمام كبير الرياضة تحميك من التطرب تحميك من الجهل الرياضة تحميك من المرض الرياضة يعني لازم تكون نظام حياة أن الرياضة أن الرياضة أسلوب حياة ونظام حياة تهذيب الأخلاق كله تهذيب آه ودبا الابن ديالك مثلا الرياضة تقدر تفيده كتر من التعليم لأن الرياضة تهذيب ويريد تفتح له يعني أنه يطمح يتعلام ويكون مستوى ويعرف مثلا يلبس يعرف يتكلام يعرف الرياضة هي كل شيء نظام حياة جلالة المالكة عرفت المسألة بالنباهة دياله فمشبحت على نقطة ضعف اللي جعلت منها الرياضة في المغرب متخلفة يقدروا القرون متخلفة عرف أنها لازم تكون عندها بنية حسية أولا فأمر ببناء الملاعب آي أما شيء حكومة حكومة ينفيدون ويريد ينفيدون بالطريقة اللي هي هم دائما الحكومات اللي الثالث هاد الثمانية سنوات هاد حكومات فاشلة إحنا كنا نعتبرها في المغرب إحنا ما ما قدمت ولا شيء الرياضة ولكن التوجيهات المالكية هي اللي خلاتهم وأجبرتهم على التحرك باش يمشيوا في الخط أننا نحقوا النهضة رياضية نهضة رياضية في المغرب بداية البنية التحتية كما قلت ثانيا التكوين لازم يكون تكوين في الأطر التقنية أولا ولهذا الغرض فتحوا الباب لكل اللاعبين السابقين اللي عنده الرغبة أنه يلي جميدا التدريب مرحبا ولكن في شرط أن يتم تكوينه في إخضاع الاختبارات يتم تدريسه مثلا مبادئ التدريب ويسلم في آخر التكوين شهادة هذه الشهادة يمكن بها أنه يشرب على أي نادي لما كان يتوفر على شهادة معترب بها لا يحق يبقى لازم في رخصة شهادة في زي ترخيص أكثر من هذا كان الملك أعطى تعليماته بشي يدخ أموال كثيرة صندوق الرياضة بالنسبة للاتحاد المغربي لكرة القدم فهو لا يشكو من العوز يعني نعتبر كل إمكانيات مسخرى تحت المغربي متحاد ملياردين عنده الأموال ولا ينقصوا أي شيء يعني الاهتمام المسؤولين الكبار في المملكة المغربية بأهمية الرياضة ودورها في حماية المواطن